بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا كريم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا وقل النسياننا وافتح لنا نبأ بالخير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم قال الإمام السيطي رضي الله عنه ونفعنا الله به وبعلومه وبجميع المسلمين الصادقين في كتابه الدر المنسور في التفسير المأثور ووصلنا إلى قول الإمام رحمه الله وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله إنه لا يحب المستكبرين قال هذا قضاء الله الذي قضى أنه لا يحب المستكبرين وذكر لنا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إنه ليعجبني الجمال حتى أود أن علاقة صوته أو علاقة صوته وقبالة نعلي حسن فهل ترهب علي الكبر فهل ترهب علي الكبر فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك قال أجد عارفا للحق مطمئنا إليه قال فليس ذاك بالكبر ولكن الكبر أن تبطر الحق وتغمص الناس فلا ترى أحدا أفضل منك وتغمص الحق فتجاوزه إلى غيره بمعنى أن هذا الأمر الذي أنت فيه ينقلك إلى الغرور وإلى الكبر على الناس وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسين بن علي أنه كان يجلس إلى المساكين ثم يقول إنه لا يحب المستكبرين وأخرج ابن أبي حاتم عن علي قال ثلاث من فعلهن لم يكتب مستكبرا من ركب الحمار ولم يستنكف ومن اعتقل الشات واحتلبها وأوسع للمسكين وأحسن مجالسته وأخرج الإمام مسلم والبيهقي في الشعب عن عياض بن حمار المجاشع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته إن الله أوحى إليه أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد وأخرج البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يقول الله من تواضع لي هكذا وأشار بباطن كفه إلى الأرض وأدناه من الأرض رفعته هكذا وأشار بباطن كفه إلى السماء ورفعها نحو السماء وأخرج الخطيب والبيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر يا أيها الناس تواضعوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفعه الله وقال ان تعش رفعك الله فهو في نفسه صغير وهو في أعين الناس عظيم ومن تكبر وضعه الله وقال اخسأ خفضك الله فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير حتى له أهون عليهم من كلب أو خنزير وأخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من آدمي إلا وفي رأسه سلسلتان سلسلة في السماء وسلسلة في الأرض وإذا تواضع العبد رفعه الملك الذي بيده السلسلة من السماء وإذا تجبر وإذا تجبر جذبته السلسلة التي في الأرض وأخرج البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من آدمي إلا وفي رأسه حكمة الحكمة بيد ملك فإن تواضع قيل للملك ارفع حكمته وإن ارتفع قيل للملك ضع حكمته وأخرج البيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكبر تعظ من وضعه الله ومن تواضع لله تخشعا رفعه الله وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن مردوية والإمام البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إمام فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال إن الله جميل يحب الجمال الكبر من بطر الحق وغمص الناس وأخرج الإمام ابن سعد والإمام أحمد والبيهقي عن أبي ريحانة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل شيء من الكبر الجنة لا يدخل شيء من الكبر الجنة قال قائل يا رسول الله إني أحب أن أتجمل بعلاقة صوتي وشسع نعلي فقال إن ذلك ليس بالكبر إن الله جميل يحب الجمال إنما الكبر من سفه الحق وغمص الناس بعينيه وأخرج الإمام البغوي في معجمه والطبراني عن سوار بن عمر الأنصار رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل حبب إلي الجمال وأعطيت منه ما ترى فما أحب أن يفوقني أحد في شسع أفى من الكبر ذاك قال لا قلت فما الكبر يا رسول الله قال من سفه الحق وغمص الناس وأخرج الإمام البغوي والطبراني عن سوار بن عمر الأنصار رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل حبب إلي الجمال حتى أني لا أحب أحدا يفوقني بشراك أفمن الكبر ذاك قال لا ولكن الكبر من غمص الناس وبطر الحق وأخرج ابن عساكر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي ريحانة رضي الله عنه قال يا رسول الله إني لأحب الجمال حتى في نعلي وعلاقة سوتي أفمن الكبر ذلك قال إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثن نعمته على عبده الكبر من سفه الحق وغمص الناس أعمالهم وأخرج ابن عساكر عن خريم ابن فاتك أنه قال يا رسول الله إني لأحب الجمال حتى إني لأحبه في شراك علي وجلاد سوتي وإن قومي يزعمون أنه من الكبر فقال ليس الكبر أن يحب أحدكم الجمال ولكن الكبر أن يسفه الحق ويغمص الناس وأخرج سموي في فوائده والبارود وابن قانع والطبران عن ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه قال ذكر الكبر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا فقال رجل من القوم والله يا رسول الله إن في أبي لتغسل فيعجبني بياضها ويعجبني علاقة سوتي وشراك نعلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك من الكبر إن الكبر إنما الكبر أن تسفه الحق وتغمص الناس وأخرج الطبراني عن أسامة رضي الله عنه قال أقبل رجل من بني عامر فقال يا رسول الله بلغنا أنك شددت في لبس الحرير والذهب وإني لا أحب الجمال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال إنما الكبر من جهل الحق وغمص الناس بعينيه وأخرج الحاكم وصحح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رجل حبب إلي الجمال وأعطيت منه ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد بشراك أو شسع أفمن الكبر هذا قال لا ولكن الكبر من بطر الحق وغمص الناس وأخرج الحاكم وصحها عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله وفيه إن الرجل مالك الرهاوي وقال وقال البغي بدل الكبر واخرج الإمام أحمد في الزهد عن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال قال يستبشر 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 بهما وصالح خلقه قل سبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلق وبها يرزق الخلق وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له فإن السماوات والأرض لو كن حلقة لقصمتهما ولو كن في كفة لرجحت بهن وأما اللتان أنهاك عنهما فالشرك والكبر فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا رسول الله الكبر أن يكون لي حلة حسنة ألبسها قال لا إن الله جميل يحب الجمال قال فالكبر أن يكون لدابة أن يكون لدابة أصالحة أركبها أن يكون لدابة صالحة أركبها قال لا قال فالكبر أن يكون لأصحاب يتبعون وأطعمهم قال لا قال فأيما الكبر يا رسول الله قال أن تسفه الحق وتغمص الناس وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لا يدخل حظيرة القدس متكبر وأخرج عبد بن حمين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال المتكبرون يجعلون يوم القيامة في توابيت من نار فتطبق عليهم وأخرج الإمام أحمد والدارمي والتلمذي والنسائي وابن ماجة وأبو يعلى وابن حبان والحاكم عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فارق الروح جسده وهو برئ من ثلاث دخل الجنة الكبر والدين والغلول قال ابن الجوزي في جامع المسانيد كذا روي لنا الكبر وقال الدار قطني إنما هو الكن بالنون والزاي وأخرج الطبراني عن السائب ابن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قالوا يا رسول الله هلكنا وكيف لنا أن نعلم ما في قلوبنا من دأب الكبر وأين هو فقال من لبس الصوف قال فقال من لبس الصوف أو حلب الشات أو أكل مع من ملكت يمينه فليس في قلبه إن شاء الله الكبر وأخرج تمام في فوائده وابن عسا كرة عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الصوف وانتع على المخصوف وركب حمار وحلب شات وأكل معه عياله فقد نح الله عنه الكبر أنا عبد ابن عبد أجلس جلسة العبد وأكل أكل العبد إني قد أوحي إلي أن تواضعوا ولا يبغي أحد على أحد إن يد الله مبسوطة في خلقه فمن رفع نفسه وضعه الله ومن وضع نفسه رفعه الله ولا يمشي مرء على الأرض شبرا يبتغي سلطان الله إلا أكبه الله وأخرج قالت إنكم لتدعون أفضل العبادة إنكم لتدعون أفضل العبادة التواضع وأخرج البيهقي عن يحي ابن أبي كثير قال أفضل العمل الوراء وخير العبادة التواضع وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله على وجهه في النار وأخرج البيهقي عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن للشيطان مصالي وفخوخا وإن من مصاليه وفخوخه البطر بنعم الله والفخر بعطاء الله والكبر على عباد الله واتباع الهوى في غير ذات الله تعالى وأخرج الباقي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأهل النار كل فض غليظ مستكبر ألا أنبئكم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف ضي طمرين لا يؤبأ له لو أقسم على الله لا بر وأخرج الترمذي وحسن والحاكم وصحح والبيهقي عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال يقولون فتيه وقد ركبت الحمار ولبست الشملة وحلبت الشات وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيء وأخرج الإمام أحمد في الزهن عن عبد الله بن شداد رفع الحديث قال من لبس الصوف واعتقل الشات أي لأجل حلبها وركب الحمار وأجاب دعوة الرجل الدون أو العبد لم يكتب عليه من الكبر شيء وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهن وأبو يعلى والحاكم وصحح هو الميهقي عن عبد الله بن سلام أنه رؤية في السوق على رأسه حزمة حطب فقيل له أليس قد أوسع الله عليك قال بلى ولكن أردت أن أدفع الكبر وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان لا يدخل الجنة من في قلبه مقال حبة من خردل من كبر وأخرج البياقي عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل رجل فلما رآه القوم أثنوا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرى على وجهي سفعة من النار فلما فلما جاءه وجلس قال أنشدك بالله أجئت وأنت ترى أنك أفضل القوم قال نعم وأخرج البياقي عن ابن المبارك أنه سئل عن التواضع فقال التكبر على الأغنياء وأخرج البياقي عن ابن المبارك رضي الله عنه قال من التواضع أن تضع نفسك عند من هو دونك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أنه ليس لك فضل عليه لدنياك وأن ترفع نفسك عند من هو فوقك في دنياك حتى تعلمه أنه ليس لدنياه فضل عليك وأخرج البياقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من خضع لغني ووضع له نفسه إعظاما له وطمعا فيما فيما قبله ذهب ثلثا مرؤته وشطر دينه وأخرج الإمام أحمد في الزود عن عون بن عبد الله قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحل بذروته ولا يحل بذروته حتى يكون الفقر أحب إليه من الغناء والتواض أحب إليه من الشرف وحتى يكون حامده وذامه سوى قال ففسرها أصحاب عبد الله قالوا حتى يكون الفقر في الحلال أحب إليه من الغناء في الحرام وحتى يكون التواضع في طاعة الله أحب إليه من الشرف في معصية الله وحتى يكون حامده وذامه في الحق سواء قوله تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين أخرج ابن أبي حاتم عن السد رضي الله عنه قال اجتمعت قريش فقالوا إن محمدا رجل حلو اللسان إذا كلمه الرجل ذهب بعقله فانظروا ناسا من أشرافكم المعدودين المعروفة أنسابهم فابعثوهم في كل طريق من طرق مكة على رأس كل ليلة أو ليلة فمن جاء يريده فردوه عنه فخرج ناس منهم في كل طريق فكان إذا أقبل الرجل وافدا لقومه ينظر ما يقول محمد فينزل بهم قالوا له أنا فلان ابن فلان فيعرفه بنسبه ويقول أنا أخبرك عن محمد صلى الله عليه وسلم فلا يريد أن يعني إليه هو رجل كذاب لم يتبعه على أمره إلا السفهاء والعبيد ومن لا خير فيه وأما شيء قومه وخيارهم فمفارقون له فيرجع أحدهم فذلك قوله وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين فإذا كان الوافد ممن عزم الله له على الرشاد فقالوا له مثل ذلك في محمد قال بئس الوافد أنا لقومي إن كنت جئت حتى إذا بلغت إلا مسيرة يوم رجعت قبل أن ألقى هذا الرجل وأنظر ما يقول وآتي قومي ببيان أمره فيدخل مكة فيلقى المؤمنين فيسألهم ماذا يقول محمد فيقولون خيرا للذين يحسنوا في هذه الدنيا حسنا يقول مال ولدار الآخرة خير وهي الجنة وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال إنه ناسا من مشركي العرب كانوا يقعدون بطريق من أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فإذا مروا سألوهم فأخبرهم بما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنما هو أساطير الأولين قوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه ما في قوله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم يقول يحملون مع ذنوبهم ذنوب الذين يضلونهم بغير علم وذلك مثل قوله وأثقال مع أثقالهم وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة الآية قال حملهم ذنوب أنفسهم وذنوب من أطاعهم ولا يخفب ذلك عن من أطاعهم من العذاب شيئا وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع ابن أنس في قوله ليحملوا أوزارهم كاملة الآية قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع كان عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء وأيما داع إلى هدى فاتبع فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم أنه بلغه أنه يتمثل الكافر عمله في صورة أقبح ما خلق الله ما خلق الله وجها وجها وأنتنه ريحا فيجلس إلى جنبه كلما أفزعه شيء زاد وكلما تخوف شيئا زاده خوفا فيقول بئس الصاحب أنت ومن أنت فيقول وما تعرفني فيقول لا فيقول أنا عملك كان قبيحا فلذلك تراني قبيحا وكان منتنا فلذلك تراني منتئا تأطئ إلي أركبك طب طالما ركبتني في الدنيا فيركبه وهو قوله ليحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمه وعلى آله وصحبه وسلم ولنا لقاء آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر